بسم الله الرحمن الرحيم حسب التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية هنأخذ مثال على نظام التكاليف على أساس النشاط مديني بيانات توفرة بيانات عن 3 منتجات سين وصاد وعين والجدول ده ملخص البيانات مديني عدد الوحدات المنتجة من سين وصاد وعين مواد مباشر الوحدة من سين وصاد وعين جور مباشر الوحدة من سين وصاد وعين وبالنسبة لعدد مرات تجهيز الآلات اللي هي طاقة النشاط من سينو صادعين والإجمالي وعدد مرات المناولة وعدد مرات الفحص. دول اللي اللي أنا باستخدمهم لمين? باستخدمهم لتخصيص التكاليف الإضافية عشان التكلفة الإضافية اللي هو عطيهاني بعد كده تكاليف الإضافية للأنشطة 18000. بياناتها على الثالث نشاط تجهيز الآلات كان تكلفته 7000 نشاط المناولة 5400 نشاط الفحص 5600 المطلوب تحديد سعر بيع الوحدة من المنتجات الثلاثة في ضوء نظام تكاليف على أساس النشاط الـ ABC. هذا ما العلم بأن سياسة الشركة تقضي بإضافة هامش ربح يعادل 40% من تكلفة الإنتاج تكلفة الإنتاج هنا اللي هي مين؟ مواد مباشرة ودي كانت معطة. زائد الأجور المباشرة ودي برضو معطة زائد ته إضافية لسه هنحسبها على مستوى كل واحدة عن طريق الأنشطة بعد كده أول خطوة في الخطوات الحل تحديد معدل التحميل العلاقة بتاعته معدل التحميل لكل النشاط سوى إجمال تكلفة النشاط على إجمال طاقة النشاط. هنجيب المعدة دي في الجدول. أول نشاط نشاط تجهيز الآلات. كان معط في ليه التكلفة الإضافية بتاعته كان معطة له 7000. دي معطة. وإجمال طاقة النشاط كانت معطة ب7. أقسم 7000 على 7.000 فالألف ريال لكل مرة التجهيز. عشان أنا في التجهيز يبقى كل مرة التجهيز. نشاط الثاني نشاط المناولة كان معطة تكليفه 5400. وإجمال طاقت نشاطه كانت معطة ب6. دي كانت معطة حقسم 5400 على 6 فيها 900 ريال لكل مرة من أولا عشان أنا في من أولا. نشاط الفحص كان معطة تكلفته 5600. وإجمال طاقته كانت معطة ب8. يبقى 5600 على 7.700 ريال لكل مرة فحص. ثانيا تخصيص تكليف الأنشطة على المنتجات وتحديد نصيب الوحدة. بالنسبة لي الجدول ده سين وصاد وين. أمسك أول نشاط اللي هو نشاط التجهيز. كان معدل التحميل بتاعه حسبناه بألف من الجدول السابق. وكان لو رجعنا الرأس السؤال كان طاقة النشاط كان واحد واثنين واربعة دي في المعطيات. فباخد الواحد أضرابه في ألف يبقى واحد في ألف يبدأ نصيب المنتج سين. واللي اتنين أضرابه برضو في ألف يبدأ نصيب صاد. واللي اربعة أضرابه في ألف يبدأ هي عين. أكرر نفس الكلام لكل الأنشطة نشاط المنولة. كان معدل التحميل بتاعه حسبناه بـ 900 دي معدل تحميل نشاط المنولة. وكان مديني طاقة النشاط اثنين واحد وثلاثة. يبدأ الاثنين أضرابه في تسعمية يديك نصيب سين. والواحد في تسعمية نصيب صاد. والثلاثة في تسعمية دي نصيب عين. النشاط الثالث نشاط الفحص. كان معدل تحميله حسبناه سبعمية. وكان طاقة النشاط واحد اثنين خمسة. يبقى الواحد انضرب في سبعمية يديك سبعمية. اثنين في سبعمية الفرمية. خمسة في سبعمية تلات تلاف خمسمية. لو احنا جمعنا من فوق لتحت عمود سين. يبقى اجمال التكاليف الإضافية لكل منتج. ده عمود سين مجموعة تكاليف الإضافية نصيبه تلات تلاف وخمسمية. صاد مجموعة عمود صاد اربعة تلاف وتلتمية. وده عشر تلاف ومتين. ده اجمال التكاليف الإضافية كده بتاعت الأنشطة اللي كانت تكاليف إضافية على الأنشطة اتوزعت على المنتجات. اروح اسم اجمال التكاليف دي على عدد الوحدات. كانت معطى خمسين ومية ومتين. يطلع تكلفة الوحدة من التكاليف الإضافية سبين تلاتة واربعين وواحد وخمسين. لما أسم ده على 2. اطلع لي سبين تلاتة واربعين وواحد وخمسين. بعد كي اجمع تكلفة الوحدة لكل منتج واحد تساير البيع. ده عندت 3 منتجات سينوسات وهين. عند المواد المشر 콘مطة في التمرين 30 20 25 20 وجور مشر كانت معطى برضو في رأس التمرين 20 17 24 والتكلفة الإضافية للوحدة دي حسبت من الخطوة السابقة عزب نعب 70 43 و 51 لما نجمع يطلع لي إجمالي تكلفة الوحدة إجمالي تكلفة الوحدة من سين 120 من صعد 80 من عين مية حضرة بإجمالي تكلفة الوحدة في كام في واحد زائد هامش الربح هامش الربح كان موطع في رأس السؤال بربين في المية يبقى إن إجمالي تكلفة الوحدة تنضرف في واحد زائد 40 من مية واحد زائد 40 من مية بكام ب41 من مية يبقى ال120 تنضرف في 41 من مية وال80 تنضرف في 41 من مية والمية تنضرف في 41 من مية يطلع لي سعر بي الوحدة من كل منتج الأول 168 والتاني 112 والتالت 140 وربين ترجمة نانسي قنقر